جد قطعي ايده الجدع ده الف السلام عليك يا حبيبي الله يسلامك يا حبيبي بس انا مسكتلوش انا بهدلته ولما روحنا الاسم كمان عملت له محضر عدم تعرض اه يا اخوي يستاهل يتسجن هي حصرت كمان يتهجم عالناس في بيوتها بس يسيبك انت بقى انا عملك شرب الكوارع وفشة وكرشة يستاهلوا بقى الله عليك ايه اهو ده الكلام هو ده الكلام هو ده الاكل اللي يرم العظم خد يا اخوي امسك عبالة ما شوف لك الاكل عالناس جواه خلي بالك منه عبالة ما شوف الاكل اه الله ايه جواه ايه الباصة دي يعني مش حدتك من ساعة ما جيت حتى ما قلت ليش حمد الله عالسلامة الراجل ده ضربك ليه هندابا مضربنيش انا اللي ضربته وبهدلته كمان ما تلفش والدور علي يا هندابا الله جريا جواهر في ايه مالك كده بش على عبتك يعني ما كنتش عارف انك راجل ويس خلت درجاتي الله جريا ولاية ما تخلي بالك من ملافزك حسب على ملافزي مع واحد قاتل وخاين وبيحرد على قتل بريء ايه كلام الفارغ ده لا ده مش كلام فارغ ده كلام مليان وله دورت وراه هتلاقي الحقيقة حقيقة ايه؟ حقيقة ان انت قاتل وانت اللي حردت على قتل الوادي الغالبان وتسببت في تقول سلطان السجن انت جننت يا أولية ده انا متجننتش انا كنت فاكراك راجل جدع للأسف طلعت راجل خسيس وبعدين يعني بص بقى والله العظيم كلمة زيادة لرب عليك اليمين يا جوان انت راجل أهبل انا العظيمة في ايدي يا حبيبي يعني انا اللي ممكن اطلقك استهد بالله يا جوان استهد بالله واخذ الشيطان ما تدخليش الشيطان بيننا انت الشيطان والحمد لله ان ربنا فوقني عشان اعرف قيمة الغالبان سلطان يا دي سلطان اللي مش هناخرص من سيرته بقى على الاقل يا حبيبي سلطان فطول الناس الغلابة بيجيب حقهم مش قاتل وجبان وخسيسه بيكون صاحبه يعني ايه گواه يعني انتو طول ايه الدلاجي